القانون سواء ما يتعلق بمجلس شيخ أو ما يتعلق بمجلس النواب الأسبوع المقبل سيوقعه السيد رئيس الجمهورية ويحال إلى الجهات القضايا المختصة اللي هي مجلس الدولة عشان تشوف مدى دستورية هذا القانون إيه اللي حيحصل الكل الآن في حالة استنفار والكل بيستعد والأحزاب كله الآن يعدوا مرشحية وطبعا الاتجاه أنه القائمة ما تبقاش قائمة لحزب سياسي واحد لا بالعكس يمكن ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن التقوا بالعديد من الأحزاب في الفترة الماضية وتوافقوا جميعا على نسبة 50% 50% لأنه كان حزب مستقبل وطن في البداية طرح مساءة 75% الحقيقة أنا بشكره واشكر ائتلاف دعم مصر أنه استجاب لدعوة الأحزاب السياسية وقال خلاص نخليها 50% فرضي و50% قائمة وبدأت الأحزاب تتواصل الآن وبدأت الاستعدادات تتم الآن وبدأ كل حزب يحط عدد من المرشحين دي سواء في القائمة او في الدوائر الفردية طيب هل الدوائر الفردية سيجر عليها تغيير نعم سيجر تغيير ليه النهاردة احنا عملنا في التعديلات الدستورية التمثيل العادل للسكان والمحافظات يعني لازم محافظات بفيها تمثيل عادل وايضا زي ما المحكمة الدستورية قالت قبل كده التمثيل عادل للناخبين والسكان ايضا السكان لازم يكونوا موجودين ليه لان في دوائر حرمت قبل ذلك مثلا دائرة قفط قبل كده حرمت رغم انه كان فيها ما لا يقل عدد 75 الف ناخب مثلا ويمكن كانوا هم طلبين 100 الف ناخب او حاجة زي كي فانت حرمت دائرة بوزن قفط من انها تمثل دائرة بوزن الوقف انها تمثل النهاردة حيبقى موقف دائرة مثلا زي مركز نصر النوبة ايه اللي هي بتطلع لنا واحد من ابناء النوبة هل حيتوه في ده لا ما هو لازم يبقى فيه تمثيل ايضا لأهلنا في النوبة واقس على ذلك لا اريد ان ادخل في تفاصيل عديدة في هذا الامر طب امتى الانتخابات هتحصل كل الترجحات بتقول طبعا لازم يكون نخلص ونعمل الانتخابات ستين يوم قبل انعقاد المجلس الجديد المجلس الحالي دلوقتي ده مفروض مستمر غاية تسعة واحد قد ينهي جلساته الايام الجاية وقد يعق الجلسة في اكتوبر لكن دور الانعقاد بتاعه مستمر حتى تسعة واحد عشان يكمل الخمس سنين لانه الدستور بنص اني مجلس النواب خمس سنين لو بدأنا ممكن يتفتح بقى بالترشيح خلال فترة قريبة يوم الاحد هتجتمع الهيئة الوطنية للانتخابات عشان تبتدي تناقش وتحدد المواعيد وتقر قانون تقسيم الدوائر تقسيم الجديد حيكون شكلها ازاي هل حتضم دوائر مع بعض ولا لا هل حتيجي مثلا في دايرة زي دايرة مثلا فرشوت عندنا في جنة يطلق امرها دايرة محمد ابو سيحلي ده مثلا وهو جد اللي هو ممدوح وجد اللي هو مرتضى وجد اخواننا اللي هناك كلما هو محمد ابو سيحلي الحالي ده موجود من برلمان 1866 موجود في مجل الشورى النواب طب حتيجي تقول دايرة زي دي ما تمثلش فده يعمل خلل وقس على ذلك في كل المحافظات عشان كده يمكن حيبقى برضو فيه اتجاه دايرة يمكن اللي مش حيبقى فيها نائب مثلا او غيره او زي كان فيها اتنين او تلاتة حينزلون مثلا يبقى فيها واحد مثلا من الذين سيدخلون ضمن القائمة اتوقع انه يبقى فيه اكتر من قائمة يمكن تم الحفاظ على الاربع قوام الاساسية قائمة الصعيد من اول شمال من اول الجيزة لغاية اسوان ودي حوالي اظلنا 11 او 12 محافظة وقائمة اسكندرية والبحيرة ومطروح والقائمة بتاعت الشرقية مدن التلاتة بتوع القنال وبورسعيد ودميات والقائمة التانية هي القاهرة ومحافظات الواجه البحر اربع دول مطلوب يدون خمسين في المية من المجلس المجلس هيكون خمسمية تمانية وستين عضو مجلس الشيوخ هيكون تلتمية عضو انتخابات في مجلس الشيوخ هيبقى على واحد مية قائمة مية فردي ومية بالتعين وده مجلس هو بالاساس مجلس للحكماء طيب الاتجاه دلوقتي او الرؤية اللي مطروحة مفيش حاجة محسومة كل عرضة للنقاش انه نبدأ بانتخابات مجلس النواب ثم بعد ذلك انت